تحت قيادة المدرب الوطني الكابتن إيهاب جلل داخل الستوديو المدرب الوطني الأسبق لمنتخبنا الوطني الكابتن علي نبيل المخدرم أهلا بكم كابتن علي أهلا بكم أخوار حضرتك إيه؟ الحمد لله والله كله بخير؟ كله بخير مبروك الفوز في بداية المشوار الحمد لله أنا كنت أليف وارجع لوله بس أنتوا بعدتوا لعربية كنت أليف وارجع تاني أصلا هاجي أقول نفس الكلام إيه ده عليق نظرة عامة كده قبل ما ندخل في بعض التفاصيل كنت نعني لا طبعا دي عكا هاني احنا يعني انا قلتلك كنت فكر بجيش بجد بس طبعا ما قدرش يعني إن طبعا ده الاتزام يعني الاتزامه كمان الناس بطبعا محتاجة تسمع رأيي نفس الكلام اللي قلناه من الخامس سنين بيتقال النهاردة نفس الكلام ما فيش أداء خالص النتيجة بنكسب وبنفرح لمدة صغيرة وبعدها نرجع نقول رب نوصل المطش الجاي نكسب وغيرت لما نوصل للمنذبة الكبيرة والروح يحصل كارسة وكبوة نرجع نغير الجهاز ونبتدي نشوف من اللي جاي ومن اللي رايح واتدخر الجمهور فقط يا جماعة كفاية بقى لازم نقتنع دي القماشة اللي موجودة عندنا كابتن يهاب على جنب أقول هالك هو على مسؤولية خلي كابتن يهاب على جنب اللعبة دي لازم بقى لها دور لازم اللعبة دي تعرف اللي هي بقى الصرف حق بلدها بأمانة اللعبة دي بتاخد أكتر من حقها تماما بأنه خمس سنين في هذا الموال أداء والأداء ومحدش بقى يكلمني زي النهاردة الموزيع يقول لك محدش يكلمني بقى على الأداء احنا النهاردة الثلاثة بنت هنفضل نقول الكلام دلغة امتى امتى جمهورنا هيتصارح امتى جمهورنا هيعرف ان لا احنا مشكواسين لازم اللعبة دي لما يوعد يسمع المطش والموزيع يقول علي انت وحش أو الأداء مش كويس أو عشان يشد حلو المطش الجاي مفيش مفيش عمالين نلاقي مسكنات وبرضو مسكنات راجعت تاني أصل الحكم أصل بش عارف في مشكلات مشاكل كبيرة قبلت المنتخب قبل المطش ده احنا مش هنغير في يوم وليلة احنا 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 كفاية لا بس هو احنا مش هنغير في يوم وليلة دي تبدو إلى حد ما منطقية منطقية صح؟ حتى روع اللعيبة اللي يعرف يقنعهم إيهاد جلال بتغيير السوء اللي هما بيقدموا فيه بقى لهم سنوات اللي اتكلمت عليها حضرتك تمام مش ده من حقنا نتفائل بان ده ممكن يحصل مصطلح حلو أول لكنها ليه تعقب عليه فضل وأنا النهاردة لما أنا أقول بش غير ودي وضع طبيعي لنا بش غير أداء أو سيستم أو أه لكن على الأقل هغير من روح على الأقل اللعيبة تمزل عارفة ان ده جهاز جديد عارفة لجمهور الكرة في مصر كله وحزين كل حزن كبير على عدنا بتأهلنا لكاس العالم على أداء عدنا بغدناش أمم أفريقيا على البطولة العربية على خروج الأهل على خروج الزمالك على خروج برامز على خروج المصري يا اللعيبة دي بش حاسة بجمهور مصر يعني يا اللعيبة دي بش حاسة يا راجل ده أقل حاجة مع جهاز جديد في أول مباراة ده أنا لا خليها بجلال في البيت وهم يروحوا يروحوا كلامك ده أنا مستحيل أختلف معه أنا قلت حاجة شبهه بس ما خادتش نفس المساحة اللي قلتها دي لأن كلامك محترم جدا أنا كنت نعلاق لأنه أنا مستغرب أنتوا المفروض شايفين الجمهور قدي أحبط بعد خسارة نهاية أفريقيا وعدم التأهل للمنديال فما تتعاملوش مع المباراة كأنها أول مباراة في رحلة طويلة فإحنا عايزين نسخن مع التقدم لا اسخنوا من الأول عشان يرجع الجمهور يدعمكم عشان يتفاقل الناس بأن فيه كرة ممكن تتقدم لكن هي الروح أنا استغربت غيابها ولا بتظهر إلا في دقائق قليلة في المباراة أنا تسعيندي الكرة بالمطش على ملعابي يا كابتن أنا النهاردة لما يبقى عندي جهاز جديد أو مدارب جديد بيش هقولك على مستوى المنتخب على مستوى النادي بحاول أثبت له إن أنا كويس إن أنا عايز ألعب إلا يا كابتن تختيارك هيبقى لو أنا اخترتين هيبقى صح ده النهاردة مدير فن المتاخب مصر وصق فيك ونزلك المباراة بتديدتها لازم تثبت له إلا إنت كابتن إيهاب فعلا كان عندك حق اللي إنت اخترتيني ده بتدي دفعة غير طبيعية وروح غير طبيعية أنا ما شفتش حد أنا ما شفتش حد بيستبسل على كرة ولا واللي بيباوت نفسه عشان كرة ولا 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 إيه ده فرقة غينيا بتلعب من زون من عند ده النص الملعب لخمسة متر وراء النص بيش عارفين نختارخهم بيش عارفين نين إن قلتين تلاتة على بعض بيش عارفين نين نشوف جملة بالجنب اليمين جملة بالجنب الشمال ننتو لعيبة مسامة لعيبة كبيرة ودي حقيقة تمام طب فين اللعيبة كبيرة فيه فين اللعيبة كبيرة طيب تحسن بأي شكل إن الأشكال شكل المنتخب بعد التغييرات اللي اتعملت ما هدى أني أرجع بها ده نقول اللي جابت جون مصطفى محمد خبطت في رجل لعب من غينيا ودخلت بقيت التغييرات كويسة ده لا لا مش ده المقصود اللي نزلت بدل هو اللي سجل يعني هل بعد نزول أفشا وإبراهيم عادل ومصطفى محمد شكلنا الهجومي ظهر لك أي تحسن